10 أمور ينبغي على كل مسلم أن يفهمها عن المسيحيين أولاً إن المسيحيين ليسوا مشتركين بالله ولا كفار نحن نعبد إله واحد وليس تلت آلهة نؤمن أن الله له وجود ذاتي وناطق بكلمته هذا هو المسيح كلمة الله وحي بروحه ثانياً نحن لا نؤمن أن الله يتخذ له صاحبة أو يلد أو يولد أي تناسل جسدي هذه إهانة والطعن في قدسية الله عيب وأمر مخجل أن يقال هذا عن المسيحيين فلا يوجد أي مسيح في العالم يؤمن بهذا ولا يوجد أي دليل لا من قريب أو بعيد في الكتاب المقدس يشير إلى هذا الموضوع فعندما يقول القرآن أأنت قلت للناس اتخذوني وأم إلهين من دون إلا فهنا لا يتحدث عن المسيحيين شيء ثالث حقيقة صلب المسيح ثابتة لا تقبل الشك ففكرة أن المسيح لم يمت على الصليب أو فكرة التشبيه مرفوضة تماماً فهذا الطعن في طبيعة الله فهو ليس ماكر أو ظالم أو يميت شخص آخر بدل المسيح فهذا لا يقبله عقل أو مبرر فالمسيح مات على الصليب بدلاء العظيمة في العهد القديم من النبوات والعهد الجديد يتمحور كله حول صلب وموت وقيامة المسيح شيء رابع المسيح ليس مجرد نبي بل أعظم فالمسيح هو الطريق الوحيد وهو المخلص الوحيد وليس آخر وأنه جاء إلى العالم ليفتدي الخطى ويخلص ويحرر من عبودية الشيطان والخطية وأنه جاء ليهب الحياء الأبدية وضمانها في الحاضر وأن لا للإنسان أي فضل لا بذبيحته ولا في بره ولا حتى في أعماله الصالحة فالخلاص هو مبادرة إلهية لأن الإنسان عجز أن يصل إلى الله الكتاب المقدس غير محرف بل هو كلمة الله الحية وأنه محفوظ بقوة الله وأنه استحال التحريف فالكتاب لم يحرف ولن يبدل ولم ينسخ فكلمة الله ثابتة إلى الأبد ولا تبديل لكلمات الله الاتهام بتحريف الكتاب المقدس ما هو إلا ضعف وعجز بسبب فقدان الأدلة لدي فالسؤال متى تحرف ومن حرفه ولمن صلحة من تم التحريف أين النسخة الصحيحة وأسئلة كثيرة لا يستطيع أخي المسلم أن يجيب عليها شيء سادس الفداء والتبرير والتبني هي أساس العقيدة المسيحية نحن أصبحنا أبناء الله بالتبني على أساس ما فعلوا المسيح بموته الكفارة والبديلة فنحن نؤمن بالتبني ونرفض رفضا تاما فكرة إلغاء التبني شيء آخر المحبة هي روح المسيحية وذروتها دين وعقيدة فالله محبة ويطالبنا بمحبة كل الناس حتى الأعداء فالمسيح أظهر هذه المحبة وأعلن عنها بل قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه فالمحبة تعبير عن كمال الله في الصفات والمحبة هي ما تميز أتباع المسيح شيء ثامن أخلاقيات المسيح مستمدة من المسيح نفسه فكل مسيح يتطلع أن يصبح مثل المسيح في المثال في الكمال في الرحمة والقداسة والمحبة وكل مسيح يسعى لكي يتشبه بقائده المسيح في المحبة والطهارة والقداسة والاستقامة والسلوك والسلام وأن نطبق القانون الذهبي للمسيح فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم حقيقة أخرى إن المرأة ليست ناقصة عقل ودين بل مساوية ومعادلة للرجل فهي ليست أقل أو أعلى منه وأن الزواج هو عهد وليس عقد فالله هو الشاهد وهذا العهد مبني على المحبة فالله هو الذي يجمع والإنسان لا يستطيع أن يفرق الزواج مقدس لا ينحل ولا ينقض وإلا يكون مخالفاً لوسيط الله مباشرة والزواج ينبغي أن يكون من امرأة واحدة وليس من عدة نساء فالمسيح رفع من شأن وقيمة المرأة فهي مساوية للرجل في كل شيء في الشهادة أيضاً وفي الورثة أخيراً أحبائي دم الإنسان مقدس جداً في المسيحية فهو مخلوق على صورة الله الأدبية والروحية فالمسيح لا يحمل السيف ولا يتعامل بالشر أو الانتقام وإن الحياة المسيحية مقدسة جداً في نظر الله وإن سفك الدم يسبب اللعنة والشر والفساد المسيح متسامح ومحب لأنه يتمتع بقوة المسيح والمسيح لا يمارس العنف ليس عن ضعف بل عن قوة المسيح الذي يحيى ويتشبه بحياة المسيح خلق الله الإرادة الحرة للإنسان وعلى كل واحد أن يختار طريقه فالمسيح لا يقتل المرتد ولا يمنع من تغيير ديانته الذي يختارها سواء في الأوراق الدينية أو الحكومية لأن المسيحية ليست ضعيفة بل قوية عدم تغيير الإسم أو الديانة ما هو إلا تعبير عن القهر والخوف من فضلك عندما تسمع هذا لا ترجع تتهمنا زوراً أو باطلاً صلاتي أن يعلن لك المسيح عن ذاته لتتمتع بهذا الشخص العجيب الفريد له كل المجد وتختبر خلاصه ومحبته والحياة الأبدية